بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم في هذا الفيديو منظومة ألكا التركية ثورة في الدفاع الجوي وهل تستطيع أن تصمد في مواجهة الصواريخ الإسرائيلية والأمريكية للتفاصيل كنوا معنا حتى النهاية أشار تقرير لقناة تيراتي عربي التركية الرسمية إلى أن الصناعات الدفاعية التركية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات في عدد من المجالات أهمها منظومات الدفاع الجوي بمستويات ومدايات مختلفة وكان آخرها تطوير عدد من المنظومات التي تستخدم الليزر في الاعتراض وذكر التقرير أن الصناعات الدفاعية التركية نوعت الأسلحة المستخدمة في منظومات الدفاع الجوي فمنظومة كوركت المخصصة للمدايات المنخفضة تستخدم الرشاشات الآلية في عمليات الاعتراض ومنظومات حصار تستخدم صواريخ طويلة المدى في مطورة شركة روكستان منظومة ألكا التي تعتمد على الليزر في الاعتراض وتطوير منظومات تعتمد على الليزر في عمليات الاعتراض يأتي في إطار مساء الصناعات الدفاعية التركية لمواكبة تطور التهديدات من الطائرات بأحجامها المختلفة وتطوير منظومات تعتمد على الليزر في عمليات الاعتراض يأتي في إطار مساء الصناعات الدفاعية التركية لمواكبة تطور التهديدات من الطائرات من دون طيار بأحجامها المختلفة ولمحاولة إيجاد أنظمة منخفضة التكلفة قادرة على التصدي لها وفقا للتقرير نتعرف أكثر على منظومة ألكا وبحسب تيراتي عربي بدأت شركة روكستان تطوير منظومة ألكا في يوليو تموز 2016 وبعد عامين فقط نجحت في إنتاج النموذج الأول من المنظومة وفقا للشركة وفي شهر مارس أذار 2019 عرضت الشركة المنظومة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في تركيا بعد أن نجح في تحييد عدد من المسيرات الصغيرة وينصب النظام عادة إما على برج ثابت وإما على عربة متحركة ويستخدم في حماية المنشآت والمواقع الحيوية بمدى يتراوح ما بين 750 و 1500 متر وتتكون المنظومة من ثلاثة أجزاء أساسية الرادار وجهاز التشويش بالإضافة إلى سلاح الليزر ووفقا لشركة روكستان فإنه يمكنه تتبع مئة هدف في وقت واحد باستخدام رادار الكشف عن المسيرات ويعمل السلاح الليزري ليلا ونهارا ويمكن استخدامه في المناطق السكنية وتدمير العبوات الناسفة الموضوعة على جوانب الطرق والذخائر غير المنفجرة ووفقا للمدير العام لشركة روكستان مراد أكينجي فإن الرادار المثبت على المنظومة يمكنها من تتبع عديد من الأهداف في وقت واحد وتحييدها بسرعة مما يجعلها متميزة في الدفاع ضد هجمات أسراب الطائرات من دون طيار لماذا أنظمة الليزر مهمة؟ بدأت الشركات الدفاعية في السنوات الأخيرة بتطوير أنظمة تستخدم الليزر في اعتراض الأهداف الجوية وبدأت البحرية الأمريكية في عام 2014 باستخدام هذه المنظومات على سفنها كما تمتلك بريطانيا وإسرائيل برامج مشابهة لاستخدام الليزر في الاعتراض ومن الممكن إرجاع ذلك إلى تكلفة عمليات الاعتراض التقليدية التي تعتمد على الصواريخ والأنظمة الدفاعية التقليدية في مقابل الاستخدام الواسع للطائرات من دون طيار الصغيرة التي ازداد حضورها في ميدان المعارك الحديثة فخلال الحرب في أوكرانيا تسبب الطائرات من دون طيار صغيرة تعرف باسم FPV وهي اختصار لكلمة أطول أي منظور الشخص الأول في تدمير ثلثي الدبابات الروسية خلال الشهور الأولى من العام الحالي وفقا لمسؤول في الناتو تحدث مع مجلة فورين بوليسي أهمية هذا النوع من الطائرات دفعت أوكرانيا مثلا للتخطيط لتوسيع إنتاجها منها ووفقا لوزير الدفاع الأوكراني فإن الجيش يخطط لتصنيع نحو مليون طائرة من دون طيار من منظور الشخص الأول العام المقبل في ظل هذه التهديدات التي تشكلها الطائرات من دون طيار الصغيرة تبرز أهمية الأنظمة الدفاعية المخصصة لهذا النوع من التهديدات ويشير الباحث في مجال الصناعات الدفاعية التركية نورولا أيدن في حديث سابق مع تيرتي عربي إلى أن الطائرات المسيرة الصغيرة تكون أحيانا غير مرئية على الردار بسبب صغر حجمها وانخفاض مستوى التقنية المستخدمة فيها ما يصاعب على أنظمة الدفاع الجوي اكتشافها واستهدافها أما السبب الآخر الذي يجعل لهذه المنظومات أهمية فهي التكلفة المرتفعة التي تتكبدها منظومات الدفاع الجوي التقليدية خلال اعتراض الأهداف الصغيرة ما يجعل عملية الاعتراض غير مجدية اقتصاديا وفقا لأيدن وخلال شهر أبريل نيسان الماضي وصلت تكلفة اعتراض الهجم الإيراني على إسرائيل إلى ما يقرب من 1.35 مليار دولار وذلك وفقا لما نقلته صحيفة يدعوت إحرانوت الإسرائيلية فيما بلغت تكلفة عملية الاعتراض التي أجرتها البحرية الأمريكية في البحر الأحمر خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي إلى مليار دولار في المقابل تصل تكلفة عملية الاعتراض بالليزر الصلب الذي يعمل بالطاقة الكهربائية من 1 إلى 10 دولارات جزء من القبة الفولادية يتكامل نظام ألكا مع أنظمة الدفاع الجوية الأخرى في إطار مشروع القبة الفولادية الذي أقرته اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية في شهر أغسطس آبل ماضي والذي يقوم على مجموعة من الأنظمة الدفاعية المخصصة للتعامل مع تهديدات مختلفة وينتمي نظام ألكا إلى الأنظمة التي تتعامل مع الأخطار قصيرة المدى وهي وفقا للصحفي والكاتب في تيراتي سيرتاش أكسان تشمل الأنظمة التركية مثل كوركت وغوكبرك وشاهين وغوكبر وإختار وسنجور ووفق ما أفاد به النور الله أيد لتيراتي عربي فإنما يميز القبة الفولادية هو تركيزها على نظم الدفاع الجوي القريب الذي يشمل عددا من الأنظمة ومجموعة من الرادارات مثل رادار التحكم في إطلاق النار ورادار تتبع الأهداف ورادار البحث ورادار الاتصالات ورادار التحكم وأجهزة الكمبيوتر الذكية المعتمدة على الذكاء الصناعي التي تتابع وتمنع التدمير ولا يقتصر الانتاج التركي لأنظمة الدفاع الجوية المعتمدة على الليزر على نظام ألكا إذ سبق أن أنتجت شركة أسلصان نظام غوكبرك كما أنتجت شركة متكسان عام 2012 نظام نازار الذي تستخدمه البحرية التركية بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا معكم هذه المنظومة المهمة وهي ألكا التركية والتي تمثل ثورة في الدفاع الجوي حيث يعج العالم الآن بحروب في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ليست بعيدة عن هذه الأخطار سواء فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية أو فيما يتعلق بالمنطقة القريبة وهي غزة ولبنان والأطماع الصهيونية في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأرض الموعودة أو ما يطلق عليه إسرائيل الكبرى متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر